إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إذ لهم لا يبصرون فذل عفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينسغنك من الشيطان مزهر فاستعيذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقسرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرية القرآن واستمعوا له وأنسكوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تدرعا وقيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستقبرون عن عبادته ويسبعونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوتلون الذين يقيمون الصلاة ومما رسقدهم ينفقون منذك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن بريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعض ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائبتين أنها لكم متودون أن غير ذات السوق أن غير ذات السوق تتكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع داوين الكافرين يحق الحق ويبتل الباتن ولو كريه المجربون صدق الله عظيم